يا مساء السعادة على احلى متابعين في الدنيا متابعين يوميات دودو ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يا ربك كنوا بخير وسحة وسعادة النهار ده بقى هنعمل مع بعض سنية جلاش بالبسبوسة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومش هتاخد منك وقت خالص ولو عندك حتة بسبوسة فايدة منك من قبل كده تقدر تعملي جلاش بطريقة سهلة جدا وبسيطة كده ويطلع معاكي توحفة زي بتاعي الحلواني بالزبط واحسن كمان حاجة نضيفة وانت اللي عاملها بيدك في البيت تعال نسمي بسم الله ونسلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونعمل الجمل ده اول حاجة هنتدي بسم الله وهنعمل السيرب او الشرباط بتانا كوبايتين سكر على كوباية ونص من المية وعصرة نص لامونة وهسيب قشرة اللامونة في الشرباط طبعا السكر كان مكتل كده فاتفت وبعد كده هاخد بقى ايه كوباية ونص كده من المية المقدار ده مزبوط جدا للفة الجلاش اهو ولا هنضيف بقى عسل كولوكوز ولا الكلام ده كله خالص طبعا عندي نص لامونة كنت غسلاها وزي الفل معايا بقى هنا كم خارطة كده من البسبوسة كنت عامل للولاد صنية بسبوسة واتبقى عندي كم حتة دول فقلت اما ايه زي عادة تدوير يعني كده اعمل لهم صنف حلو تاني واجدد لهم وعمل لهم صنية جلاش بالبسبوسة تطلع معاك زي العسل ولتصورها معاكم عند الصنية الكبيرة دي جايبها مقاس الجلاش بالزبط وده طبعا مش شرط وده هنتهى سمنة وزبدة انا هستخدم سمنة وزبدة بس دلوقتي هبتدي هفرد قدامي كده الجلاش ولو انت اول مرة تشوفي قناتي بقى اشترك معايا في القناة لو عجبك الفيديو وكمان اعملولي شير وكمان لايك وكومنت حلو منك بعد ما تسمع الفيديو معايا للاخر هاخد ورقتين اهو بعد ما زبطت عندي ورق جلاش كده اهو بزبطوا قدامكم كده على المفرش السيليكون ده هاخد منه ورقتين اهو ورقتين كده وهبتدي هعدلهم بس قدامي كده وهاخد بسبوسة مش هدهم بقى لا سمنة ولا اي حاجة في الورق هضيف بس البسبوسة كده وخلاص وهلف على كده رول وعندي ما شاء الله هم الورقتين حلوين يعني ما تخليهاش ورق او ما تخليهاش اكتر من كده هيدك الصباح بالشكل الحلو اللي احنا شفناه مع بعض اهو وهضغط جامد تضغطي جامد كده وتلف رول بالشكل ده خصو الجمال بجد حلوة جداً طريقة سهلة وبسيطة تقدري تحشيها كنافة مكسرات زي ما انت حبا عندي بقول لكم الصينية هي هبتدي بقى سمي باسم الله كده وارس بالطول فيها اهو بالشكل ده هعمل بقى كل اللي معايا بالطريقة دي هعمل معاكم ورقتين كمان كده او ورقة هاخد ورقتين كده وابتدي ايه تفريديهم قدامك وزي ما بقول لك مش هندهن الورق بتاع الجلاش حاجة خالص اهو هاخد بازبوسة بقى طبعاً انا بقى مش بحط فيها كتير عشان عندي البازبوسة مش كتير بس ما شاء الله كفت ووفت الحمد لله اهو وابتدي الف كده رول يعني بجد في ثلاث دقايق هتكوني عملت سنيت الجلاش الحلوة دي لولادك اه ماشاء الله بقى زي ما قلتلكم من البازبوسة كام خارطة كده زي ما شفته اه بعد ما ولادك مكله كده خلاص زهق بقى لو عاملة سنية حلوة زي ما انا كنت عاملة اه فتقدري تاني يوم بقى ايه تجدد لهم الحلو ده وتعملوهم حلو تاني يعني جلاش بالبازبوسة حلو دخلين بقى على راس السنة كل السنة وانتو طيبين اعملي لولادك حاجة حلوة كده وفرحيهم حتى لو جلاش بالبازبوسة او صنية كيكا واه كاوق كيكل اللي احنا كنا عاملينه قبل كده اي حاجة حلوة كده بتفرحي الولاد مش لازم يعني تكلف نفسيناه وiensyyyy bike والكلام ده كله خالص اهو وابتدير يروس كده اهو طبعا بتآ بتحطي لفة الكلاش اللي انت لفها رول على الجنب اللي عشان مايتفكش منك هنا بكونت بقول لكم ان اخر واحدة بقى ما كانش فيضلاها بسبوسة كتير ضفت وكان عندي مكسرات لو عندك مكسرات زي عندي كده أبقى ضيفي بقى على البسبوسة تبقى حلوة قوي بس ان للأسف ما فتكرتش والله الا في الاخر وكنت بقول لكم هنا يعني ان ايه لو عندك بقى بسبوسة ومكسرات ممكن تقدري وكانت جنبي بس والله ما شفتها. يعني ما ما فتكرتهاش. ما شفتهاش غير لما ايه آآ عملت الوحدة دي. وفي الاخر بتسمي بسم الله كده وبتبتدي تلات صوابع بتلات صوابع كده وبتقطعني. اهو. لست الحد دلوقت طبعا ما دهناش آآ سامنة ولا اي حاجة. اهو هنا كنت باخد بس المقاس عايزة اعمله صوابع مظبوطة كده اهو. يا ما شاء الله عندي كده الصوابع مظبوطة عايزة صغاري عن كده صغاري عايزة تكبري عن كده تكبري دي برحتك انتي. اهو. هقطع كده اتأكد بس ان اتقطعت وهنا كمان في الاخر كده هقطعها وكنت في الوقت ده طبعا سيحت عندي آآ سامنة على زبدة ما تخليهاش الزبدة بس عشان الزبدة ممكن تحروقلك الجلاش آآ من فوق لازم ممكن سامنة خالص عندي هنا نص معلقة من الكشيف او البيكن بودر عشان يديلك تراوة كده وهششان للجلاش هنا بضيف طبعا سامنة تاني اهو دي سامنة على زبدة كنت مسيحاهم طبعا كويس جدا عشان ما تحروقش معايا الجلاش من فوق وهتطلقي بقى كده حاولي توزع السامنة على الجلاش بطريقة يعني ايه متساوية هجب بقى الفرشة واوزع عشان اتأكد ان الجلاش عندي اتوزع كله وشرب آآ من السامنة دي اهو دخل بقى على درجة حرارة مية وتمانين مية وسبعين متاخدش وقت عمل ما بياخد وش معاك من فوقه ومن تحت هنشوف هنعمل ايه وهنا بقى كنت خلاص دخلت السينية بتاحت الجلاش وكمان السيرب عندي بقى جاهز اشر اللمونة شلتها كده ودي بقى كدبزر اهو عندي بقى لخفيف قوي ولا قيل قوي مظبوط ضفت كسين من الفانيليا وبسيبه بقى لما يطلع معايا الجلاش يبقى عندي السيرب او الشربات آآ بارد معايا وجلاش لسه طالع من الفرن اهو كده بالطريقة اللي انتو شايفين هدي كل عندي الجلاش ما شاء الله اتشرب وبقى زي الفل عندك بقى ورقة آآ فويل غطي الصينية بتاعتك بيها انا بصراح ما كانش عندي ورقة فويل فغطيت الصينية بصينية آآ مقاسها يعني وبورلكم جماله حطوا لايك اهو كنت غطيت طبعا ما شاء الله الجلاش وتلع معايا شرب معايا السيرب او الشربات آآ كله بقى زي الفل اهو هبتدي بقى نقدم هقدموا معاكم وبصوا صوبع الجلاش ما شاء الله عليها اهي من جوه طرية ومبرم ارميشة كده وجميلة جدا احسن من بتاعت الحلوان جربيها بجد هتعجبت جدا طريقة سهلة وبسيطة وما فيهش يعني ايه تتكسات كتير ولا شغل كتير اهو بصوا جمال الجلاش والله بيتكلم عن نفسه يستاهل منكم كومنت حلوة تقولول ايه رأيكم بقى كده جلاش بالبسبوسة تحفة اهو وزي ما قلت لكم تقدروا تحشوه بكسرات آآ تحشوه كنافة بصوا صوبع الجلاش تحفة المقس بتاعها كده عاجبني جدا ومزبوط بصوا جمال اهو يا ربي يا حبيب الفيديو نالقي عجبكو شايرون ما بين اه اصدقائكم وحبيبكم اهو مش محتاج حاجة تقدري لو انتي لسه بنوتة تدخل المطبخ تقدري تعمليه بكل سفولة بصوا بضوء معاكم اهو الله مورق من جوه وزي الفل فزيع بجد وخفيف جدا الشربات بتاعه مش مش تقيل خفيف جدا ومزبوط ما تشبعيش من حلوة ترجمة نانسي قنقر